دكتور هل نحتاج لتكوين جديد للمفتي اليوم في هذا الواقع وفي هذه المتغيرات وهل نحتاج أيضاً لتكوين شرف ميثاق للإفتاء وما إلى ذلك والله يمكن يعني يعني ميثاق الشرف لا يجزي كثيراً في مثل هذه المساكل تمام يعني من قبل اقترح ميثاق شرف للإعلام نعم تمام لكن طيب اصدر ما شئت من مواثيق الشرف فالجهات التي تريد أن تستخدم الإعلام في تمرير مشاريعها الظالمة سوف تنتج الإعلام وتستخدمه كما تشعر لكن الحل هو إيجاد منصات إفتاء قوية صادقة ومنصات إعلام قوية صادقة هذا هو الحل لا بد لأهل الحق ولا بد للطيارات المعارضة للأنظمة المستبدة ولا بد للذين ينشدون الحق وينشدون الخير للإنسانية وللبشرية وللأمة الإسلامية خاصة لا بد لهم من أن ينشئوا منصات إعلامية قوية وكذلك أيضاً منصات ومنابل إفتاء قوية ومتئينة تحوذ الثقة لو أن هذه المنصات تحتاج إلى أولاً اختيار أشخاص أهل ثقة وأهل علم وأهل واحد هذا أولاً ثانياً إيجاد آليات وأدوات الإعلامية قوية لهؤلاء بحيث تنتشر كلمتهم ويذيعوا آآ تذيعوا فتواهم وتنتشر في أنحاء البلاد ويتأثر بها الناس ويصدرون عنها نعم إذا وجد الناس هذا البديل القوي قوي علمياً من جهة وأيضاً قوي فنياً يعني هناك معهم من الأدوات الفنية ما يكفي لإيه لنشر الفتاوى ونشر علمهم في العالمين معهم من ذلك الكثير والكثير ومن حاول سيرد في أرض الله تبارك وتعالى الإمكانيات الكثيرة لكنها لابد من هذين منصات إعلامية قوية ومنابر إفتاء قوية أما مثق شرفهم إلى ذلك أعتقد والله أعلم مع أنه ليس مانع من ذلك يعني لا مانع من فعل ذلك قد يأتي بعض الفوائد لا شك أنه سيأتي بعض الفوائد لكنها ستبقى فوائد ضعيفة إذا لم يكن هناك للحق منابر قوية يعني إيه تنافس ترجمة نانسي قنقر